هذا الموضوع بمحورين اتنين منذوب المخاطر الكبرى ثمانمائة وستون نقطة سوداء مهددة بخطر الفيضانات البناء العشوائي وبعض السلوكيات السلبية للمواطنين تساهم في وقوع كوارث طبيعية كلها دكتور معالو سيد شلغوم عبد الكريم رئيس نادي المخاطر الكبرى الحاضر معي في السيديو لمناقشة هذا الموضوع لنبيك سيد الكريم وشكرا لقبولكم الدعوة من أين يمكن أن نبدأ النقاش في هذا الموضوع دائما لما نتحدث خاصا معكم سيد الكريم في نقاشاتنا لما تكون في كوارث طبيعية من هذا النوع في الجزاء لكن لحد الساعة لم يتغير أي شيء شكرا جزيلا على الاستضافة أولا نترحم على الضحايا سبع ضحايا وكان ثلاثة مفقودين مع الأسف والله نحن نتكلم في الميدان هذا منذ فيضانات بابلواد 10 نوفمبر 2001 وتكلمنا مرارا وتكرارا على الآلات اللي يسمحوا للدولة الجزائرية باش تجانب هذه الخصائر المادية والبشرية في حالة الفيضانات والفيضانات كما تعلمون هو مصنف في الرتبة الثانية دوزيان في القائمة نتعلم مخاطر الكبرى لتقيس هذا البلاد والعباد وهما عشر مخاطر كبرى أولا يجب أن نعرفه بالحالة الأساسية بالنسبة للحرب هذه الآفة هي استراتيجية وقائية تكون مبنية على التنبؤ نظام التنبؤ والسيستام والسيستام الخطر إذن هذا موجود في القانون 024 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 اللي أسسناه بالنسبة لكل المخاطر الكبرى اللي دقيش هذا البلاد اللي هنلاحظوا أولا تسمح لي نشكر شكر جزيل للجنود الحماية المدنية لأن ما شفته الآن هو تدخل انتعم تقني وعلمي في مستوى عالي ما شفنا في الخارج نخرجوا الخارج ونشوفوا كيف شارعوا راهم في المستوى المطلوب منهم إننا شو كيفاش داروا دي سيدول دانتغفنسيون قدمنا ديفيرانت فاز دانتغفنسيون في الواد مكناس هذاك قسموه ربع قسامات وهذا مهم هذا نشوفه باللي الناس هذا راهم في المستوى وهذا ما عندي حتى شك أبدا خاصة بعد ما زرتهم في الفاتح مارس في اليوم العالمي للحامل المدنية إذن الآن ما تكلموش حامل المدنية راهي الأسوخ ساميسيون بلان من ساميسيون لكن حتى مشكلة درق المشكلة راهي متروحة هي ما قبل الكريثة وهذا هو هذا هو مشكلة مخاطر الكبرى هذا ما أردت الحديث عنه أو الزلازل أو فيضنات أو جراد أو حوالي جخرين إذن ما قبل هنا المشكلة اللي راهي متروحة كيف المسؤولين المحليين لأنها هي العامود في سياسة الوقائية العامود الفقري هي هما المحليين هما الولاية هي البلدية إذن إذن إحنا شفنا طلعنا عليه البارح هذاك الواد كناس كان من المستحيل باش تقدر تمشي فيه المياه فعم لأنه كان فيه لترونداربر تعاليس شر كان فيه العجلات كان فيه النفايات كبيرة 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 لأن مجاور الواد هذاك كان كألاف للبيوت لبيدانفيد قزديرية قزديرية إذن وهذا هي المقر نفايات تعم إذن هذا الواد كناس معروف بالفيضانات المعروفين اللي يفوت هو يمد في الواد شلف إذن أحق سراء ما سراء لأن كان الجفاف على كل حال والناس طلبوا الدولة طلبت من المواطن باش يروح يصلي باش يكون المطر ذرك جال المطر نصبح في الخصائر هذه هذا غير مقبول في 2021 رأنا نقوله ونكرر كررت عدة مرات بعد إنشاء القانون 024 بما يخص بتسيير المخاطر والمخاطر الكبرى قلنا بل لابد من إنشاء في كل ولاية في كل بلدية مؤسسة اللي تتكلف بتسيير المخاطر الكبرى على كل المستوى لأنه فيها الفيضانات وفيها الشق الزلزالية وهذا تسميها كما تحب مديرية أو مندوبية أو أي شيء هي اللي تكون المسؤولة اللي تكون تشتغل يد اليد مع الوالي مع الوالي ومع الشيف دايرا ومع البرزيدن البيسي هذه غير موجودة لأن حتى نقدم بعض التقارير وبعض التوصيات وشوف غير بعد منذ أكتوبر إلى يومنا هذا درنا ربع ندوات بالنسبة لتسيير المخاطر الكبرى في المعهد الاستراتيجي جلوبال اللي تابع لرئاسة الجمهورية وهذه الندوات كانوا مهمين كثير فيهم توصيات مهمة والتوصيات تمشى والناس مسؤولين القرار مع الأسف رانا نشوفه ربع ساعة من المطر رانا في كريثة وما كان حتى استفادة من المطر هذا رغم رانا نقوله المخاطر كين مخطر من المخاطر الكبرى هي التسحر والجفاف والبلاد هذه على أبواب للجفاف بلش الناس تعرف في 48 ولاية نقدروا نقوله في 58 ولاية الآن إذن هذا موش مفهوم خلاص بالنسبة للتقنيات بالنسبة لكل المعمول به في المقاييس بالنسبة تسير الوقاية وتسير المخاطر الكبرى هذا غير موجود في القموس إذا ما يكونش تطبيق في الميدان رانا غير كما يقولك رانا نطبل وحدنا على الأسف 860 نقطة سوداء مهددة بخطر الفيضانات الآن لدينا هذا الرقم كيف يجب أن نتعامل مع الوضع مع الوضع بلدية ويسا بلدية لمعنية بالفيضانات الكبرى وهذا نقول شرقا غربا وشمال إلى أقصى الجنوب طبعا رأسة بشار معروفة بالوديان معروفة بالضحايا وهذا منذ مئات سنوات إذن هذا كل موجود موجود وقلنا الحل الوحيد هو إنشاء كيف يقولون النوم سارفاتوار النوم سارفاتوار هو مؤسسة وطنية اللي يكون فيها كل الخبراء لمعنية بالأمر ويتكون في كل ولاية كما قلت لكم في كل بلدية مؤسسة لتابعة لهذا وليس نقول مؤسسة تابعة الوزارة ما مشاتش في أي بلد في أي بلد كينا مؤسسات مستقلة مستقلة ما عندهاش انتشتال وكون تابعة إلى أعلى هارم في السلطة لأن تكون تعطي الأوامر للوزارات وتعطي الأوامر للولات إذن لأن هذا المخاطر هكتشوف أربع ساعة متع مطر هكتشوف الكريثة الإسرائيل لأن ما نقول الآن بناء العشوائي وبعض سلوكات سلبية وتمس كل الميادين لأن هذا طهير الويديان هو تابع لوزارة الري وين راه وزارة الري كينا مديرية الري لماذا لماذا لم أخذتش المسؤوليين لأن واشتراف شلف قد وراح يصراف في باتنا يصراف في ود الحميز راني نشوف واش كان في ود الحميز اللي هنا في العاصمة في رويبها يصراف في أي مكان في علي منجلي في قسنطينا كل كينا ثمانميات بلدية مهددة بهالفايضة في أي وقت الآن ما هي الأسباب الرئيسية لفيضانات الويديان وما تخلفه من أضرار والله شوف الويديان معروفين شوف كي إن قرابة تعرف كي إن أكثرية المدن في الجزائر وال الفيلاج يمروا عليه موديان كبيرة كل شوف الويديان تزودري وتزباتنا تزدزيوزو تزدزير فيها مائة ود الجزائر العاصمة إذن كانت قرابة ثمانمائة كيلومتر تعويديان اللي يمروا على شوف الويديان إذن الويدي هذا معروف هذه طبيعة والطبيعة إذا رحت انتايا كمواطن وكمسؤول رحت استضمت فيها في الواد عنده ثلاث مواضيع باش تكون تعرف اللي منور وين يمشي المياه حتى في صيف اللي موين اللي يجي غير الفوق اللي راهم يبنيو فيهم هذا البنيان العشوائي و اللي ماجور يفوت كيلومتر على كيلومتر من هذا هذا كل مفروض ممنوع كل البنايات على هذا في هذا المنطقة يسميو زون في كل البلدان إذن عندنا كل المناطق هذه المهددة بالفيضانات مبنية نعم سنعود لهذه النقطة سيدي الكريم لأنها من الأسباب الرئيسية لوقوع الكوارث بعد فيضانات الويديان مشاهدين الكرام ابقوا معنا نواصل بقية النقاش بعد فصل نشاري نعود إلى النقاش ولبسا نذكر بالمحاور منذوب المخاطر الكبرى ثمانمائة وستون نقطة سوداء مهددة بخطر الفيضانات البناء العشواء وبعض السلوكات السلبية للمواطنين تساهم في وقوع كوارث طبيعية ورحم مرة أخرى بالأستاذ شلغوم عبد الكريم رئيس نادي المخاطر الكبرى سيد الكريم كنا نتحدث قبل قليل وقبل الفاصل نعم في ما يخص أكيد يمكن نقول بأنه تهاطل كثير للأمطار لكن ما نتحدث على الأذرار التي تخلفها والأرواح التي تحصدها هنا يدفعنا الحديث عن الأسباب الرئيسية لكل هذا بعض يحمل مسؤولين البناء العشوائي البعض للسلوكات السلبية للمواطنين البعض للتقصير من طرف بعض المسؤولين كيف ترونها أنتم والله هي المشكلة الأساسية بالنسبة للفيضانات هما المناطق المهددة بالمياه وهما أطراف الويديان وأطراف الويديان والمرجع كما يقول لك هذه معروفين في أي بلء وفي الجزائر خاصة معروفين هذول جنبوا منهم بيكون فيضانات بالعكس يكون تسير المياه سائلة فوق الأرض تسير تسير إيجابي بالنسبة لحل مشكلة الجفاف مع الأسف رغم الخرائط اللي موجودة الرقمية بالنسبة لكل المناطق المهددة بالمياه فيضانات وكل الويديان موجودين الخرايط تنتعم الرقمية في أي بلد وفي أي بلدية لاحظنا لاحظنا خاصة منذ 2001 في الانطلاق سيصوى ديزان بروجي دي سيكل كل مناطق هذه انجزت عليها بنايات كبيرة وتصبح هذه البنايات مهددة وصبحت هددت الطبيعة وهددت حياة الإنسان إذن من الجهتين وهددت تسيير المياه بالنسبة للأمطار تسمى صبحت الجزائر الآن 80% تعل المنطقات هذه ربعت اسمنت مسلحة والاسمنت المسلحة هذه تمنع من المياه بش يسير بصيفة بصيفة طبيعية والأكثر من شي هذا هو حتى الويديان صبحوا مراكز البنايات بنايات ثقمة لمن الزواد أنا نديك ذرك العاصمة نمشيك على كل الويديان ود الرمان ود بن مسوس ود قاوش ود شراغة ود حيدرة اللي صبح في هذا كل مبنيين إذن الفريفالان اللي صرف فيه الواحد الالفين وواحد إذن هذا هو بداية سياسة وقائية بالنسبة للفيضانات إذن إذا ما كانش أسس تطبيق سياسة وقائية يصعب الآن باش يكون تطبيق سياسة تنبؤ وحماية البلاد والعباد ما على الأسف الآن ما نقول لكش باللي خلاص ما كانش حل نقول لك هين حل لابد من برنامج حكومي صارم ليحمي كل هذه البنايات ويحمي كل المناطق هذه وبرامج تقنية وليس سياسية أكيد لأنه يجب علينا أن نضع الآن استراتيجية وطنية مبنية ربما على أسس متينة تستهدف الحد من مخاطر هذه الفيضانات ليس كذلك طبعا طبعا هي الحل هي السياسة الوقائية ما كانش حل بالنسبة للعشر مخاطر كبرى لأن السياسة الوقائية يتقلص من آفات من لزيفية تعلية الكاتاستروف هذا ما كان ما تنحيش لأن الحالة موجودة الدنجير لا مالغز ما نقول لك هذه السياسة فيها أسس فيها مقاييس طبعا إذن الآن في الجزائر نقول لك بالنسبة للفيضانات لابد من صرامة من طرف الدولة وقلت لك إنشاء برنامج ثابت وذكي وتقني لحماية لأن كثير آلاف عشرات آلاف سكنات موجودين في الأحياء هذا كما شفنا حتى ما نحضر على القصديرية نحضر على البنايات اللي كانت عندهم رخصة البناء وعندهم عشر طوابق ديز ديز الدولة اللي اللي نطبق هم إن شاء الله إن شاء الله ماذا 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 نقول في الأخير وفي عجالة لو سمعت ساشر غوم أبن الكريم والله لاحظنا بللي كانت لجنة كما سرط لجنة في زلزال ميلة في بعد كل كارثة يكون لجنة مع الأسف راني نكرر ونعود كل مرة نقول بللي لجنة هذه مدام تكون إدارية ما يكون عندها حتى نتيجة إيجابية على هذا الكوارث نقول لجنة التي تكون من طرف السلطات تلك البلاد هذه يجب أن تكون لجنة مختلطة من طرف الإدارة ومن طرف الخبارة الخواص باش النتيج تكون مقبولة والنتيج تكون بالفايدة في المستقبل على تصحيح الغلطات إن شاء الله ودهما نتمنى أيضا شوارزين ليك ساشر غوم عبد الكريم رئيس نادي المخاطر الكبرى لوجودك معنا اليوم وتمنى لكم التوفيق في مهامكم أيضا شكرا جزيلا جميل